أرمال من خمستاشر سنة وانحرف ابنه من أبنائها والأخت جزاء الله خيرا بكت يعني ويتتصل بنا بكت وتقول وسمعت الشيخ يعني عندنا في القناة الرحمة أحد إخواننا قال بأن التقصير من الوالد أو من الأم والجواب أخت الفاضلة نعم قد يقع الوالد أو قد تقع الأم في تقصير وحينئذ يحاسب الوالد وتحاسب الأم على هذا التقصير في حق الأولاد لكن قد يكون الوالد فاضلا وقد تكون الأم فاضلة ولم يقصر الوالد قط ولم تقصر الأم قط فهل معنى ذلك أنه لن ينحرف ابنه من الأبناء لا قد يكون الوالد فاضلا وقد تكون الأم فاضلة وينحرف الإب ولا حرج عليك ما دمت قد أديت ما عليك لله أقولها لك بملء ثمي لا حرج عليك ما دمت قد أديت ما عليك لله تبارك وتعالى ما دمت قد ربيت الولد على الفضيلة وعلى القرآن وعلى السنة في سن مبكرة أو منذ نعومة أظفاره ثم بعد ذلك لما وصل إلى سن المراهقة انحرف وتعرف على صحبة سيئة أو قعته في مستنقع المخدرات أو في مستنقع الرذيلة لا إثم عليك ولا حرج عليك على الإطلاق ما دمت قد أديت لله سبحانه وتعالى ما كلفك به في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وما دمت قد أديت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ألزمك به والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها لا حرج عليك ولا إثم عليك بفضل الله تبارك وتعالى وأود أن أبشرك بأن الله جل على قد ضمض جراح المجروحين من أمثالك أيها الأخت الفاضلة بأن قص علينا قصة نبي الله نوح مع ولده يعني هل تتصورين أن نوحا وهو النبي الكريم الذي مكث في الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما ومع ذلك لا نستطع أن يهدي ولده بل كفر ولده لا أقول الحرف وظل على أصل التوحيد لا كفر بالله العزيز الحميد ولم يؤمن بالله ولم يؤمن بوالده نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام وخاطبه والده يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين فأبشري ما دمت قد أديت ما عليك لله ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى ولا حرج بهذا الشرط الذي أقول ولم يستطع النبي أن يهدي عمه أبا طالب لم يستطع إبراهيم أن يهدي ولده آزر لم يستطع لوط أن يهدي مرأته لم يستطع نوح أن يهدي مرأته لم يستطع نوح أن يهدي ولده فأمر هداة التوفيق بيد الله جل وعلا ما علينا إلا أن ندل أولادنا وأن نهديهم هداة دلالة وهداة إرشاد وهداة تعريف وهداة إخبار أما هداة التوفيق فبيد العزيز الغفار لا يملكها ملك المقرب ولا نبي المرسل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أولادنا وأن يصطر نساءنا وأن يحفظ بناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه